المهم أنا كيفاش نشوفي قضية الجزائر الجديدة جزائر الجديدة التي أؤمن بها مقتنع بها هو أنه يكون هناك حوار سواء بتبون أو بغيره أي شخص راه رايح يكون في السلطة هذا هو الطريق الصحيح اللي أنا مؤمن به يكون هناك حوار الحوار هذا يشارك فيه الجميع عبر الممثلين بطبيعة الحال عبر منذ بين راه كين الوسائل وكين الإمكانات ألي جل باش الناس تلتقي في مؤتمر وهذا الكلام مشي الآن اللي راني قلتو قلتو منذ سنوات راه مسجل بالصوتي والصورة قضية اقتراح المؤتمر راني مقترحه من سنة أعتقد 2008 راه موجود ومنشور منشور وأيضاً كتبت على حول الجمهورية الجديدة في كتاب عن المصالح الجزائرية سنة 2014 منشور يكون هناك حوار أنا الحوار اللي اللي درته هو أنه قلت باللي تكون هناك مؤسسة ما هي لا حزب سياسي وليخضع الجهة مؤسسة هدفها هو تجسيد مصالحة حقيقية في الجزائر هذه المؤسسة مستقلة لا تنتمي لا للسلطة ولا تنتمي للأحزاب في هذه المؤسسة يكونوا فيها مجموع من الأقسام كل القسم وراه عنده دور تسندهم قناة المصالحة والقناة ليست هذه اللي ركما تشوفوا فيها هذه أنا الآن راني ندفع على جلب باش تكون هناك قناة سمع نحسس بدور هذه القناة يكونوا فيها مختصين مختصين في مجلات مختلفة وينقشوا مواضيع مختلفة هذا المؤتمر اللي هو يعقد يكون في الجزائر وفي الخارج ويكون من أجل إحقاق النهضة في الجزائر تتفق الناس يكونوا علماء يكونوا مفكرين ويكونوا فيه رؤساء الحزاب حركة المجتمع المدني ضباط من الجيش من الأمن من الأسلك المختلفة من المثقفين من الرياضيين من الشخصيات يعني الوطنية علماء حتى في الخارج ملاحظين من خارج ويكون مؤتمر يعني مؤتمر حقيقة يعني تشرف عليه الدولة الجزائرية لما لا ويكون هناك حوار نقاش لمدة أيام يومي ثلاثة أيام إلى أسبوع تتنقش الناس حول خطط عريضة وفيما بعد يكون هناك ميثاق هذا الميثاق يدوم ربعين أو خمسين سنة حتى باش تجي فيما بعد الأجيال بعد ما تنتهي هذه الصراعات تلقى هذه الجزائر الجديدة التي نحلم بها من بعد هما يجي يلقوا مؤسسة قائمة آه يلقوا هما الدولة قائمة بمؤسساتها وفيما بعد هذه الجمهورية الجديدة هذه وهذه الجزائر الجديدة التي نحلم بها نحن نبنيها تبنى من خلال المؤسسات بمعنى أنه غضوة ينجم عن هذا المؤتمر حكومة وحدة وطنية والله حكومة تكنقراط حكومة كفاءات وطنية من بعد تجي انتخابات انتخابات حقيقية فهم تكون برلمان برلمان حقيقي ويكون فيه رئيس حقيقي وشرعي ومن بعد المؤسسات الأخرى هذه تجي مؤسسة القضاء تجي شيئا فشيئا تنحو هذوك القضاء الفاسدين هذوك القضاء الرشات والمرتشين تنحو يستبدلون بكفاءات جزائرية حقيقية من بعد يتنقى هذوك جهاز القضاء وتنقى الأجهزة الأمنية من هذوك من هذوك الأوباش اللي هما راهم مانعين نهوض هذه الجزائر شيئا فشيئا نتخلص من هذيك الأحقاد ومن هذيك الضغائن اللي راهم موجودة وتبنى هذه الجزائر الجديدة مثل ما حلم بها الشهداء وفق بيان أول نوفمبر والاتفاقيات المختلفة تبنى هذه الجزائر شيئا فشيئا يجيو أحفظ ما فيما بعد يلقوا جزائر كما كان يتمنى شهداء هذه الجزائر الجديدة التي أنا أحلم بها وعلى شك هو أنه راهم كين كثير من الجزائريين اللي راهم هما يتمنواها أما هذا الشيء اللي راكم تشوفوا فيه حتى ولو أنه هذي الناس راهم حبين هما يخدمون ولا حبين يديروا لكن في النهاية راهم رايحين يفشلوا لماذا لأنه كان هناك تراكمات هكما تشوفوا وش كان يحكي قبيل الأخ سليمان تخرج من أزمات اللي راك تخلط في أزمة لماذا لكما قلت هنا دائما مثلتها بهذا الأنبوب الأنبوب هذا المثقوب أنت تسوده من بلاسة هو يترتقلك من بلاسة واحد أخرى لخطر كان هناك تراكمات وتراكمات هذه تراكمات سلبية وجاية من وراء بعض بمعنى أنه كان هناك مشاكل مشاكل هذه ما تحلش وقاعدة راها تتفاقم ومؤجلة قال راها عندك مشكلة انت سكن راها عندك مثل الآن عندك مثل مليون طلب انت سكن بعد عام انت راك مثل انجست انت نقوله مثل عشرين ألف ولا نقوله مئة الف هاي نقوله انجست انت مئة الف مئة الف سكن تا عندك مليون طلب بعد عام شحل يولي عندك راك انت حليت مشكلة انت مئة الف بعد عام شحل رايح يول يولي عندك مليون ومئتين زيد بنيت انت مثل مئة وخمسين ألف هذا مشكلة بار سكن بنيت مئة وخمسين ألف قدا هاي ولت لك مليون وكذا زيد لعام الاخر وراها قاعدة قاعدة الضعف لماذا لأنه كين هناك سكانات راها ما يش تعطى لأصحابها ومازال كين طرافيك مازال موجود ليعتقد باللي العصابة هذه راها راحت وراها توقف السرقة وتوقف الطرافيك هذا ما يعرفش الجزائر فمت ما يعرفش الجزائر إذن انت راها كين مشاكل راها موجودة كين مشكل تاع البطالة كين مشكل تاع السكن كين مشكل في النقل كين مشكل العنوسة كين مشكل تاع الحراقة وكين مشاكل مختلفة والآن راها وصلت الناس للقدرة الشرائية كين الناس اللي مساكن راهم صاروا يخدموا في زوج وفي ثلاثة في البيت ومع ذلك مارا همشة عايشين كين يعني كين اللزم خالي من هذوك الناس اللي مساكن راهم هما بطالين خلي من اللعائلات هذوك تعزوا ولا وخلي 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 وركن بتشوفوا اذا كان تشوف انتم باللي هذا الناس اللي راهم عندهم هما دخل من هذوك الناس اللي اك بتشوف فيهم هذوك المشطوبين وهذوك الناس اللي راهم هما قال المتقاعدين تعالجيش هذو راهم عندهم دخل ومع ذلك راهم يطالبوا على جلبش هما ياخذوا اكثر فما بالكم انتم من الناس اللي راهم بالطالعين وكي الناس راهم يعانيوا في مشاكل اخرى كي منهم اللي راهم غير مدمجين في العمل ومشاكل مختلفة بالتالي ذلك انت تناصرها بالطالع وانتا تقول لوراهم رايحين يديروك انت خط سكة الحديدية من اضرار للزير يقول لك حاجة ملاحة هذا الخط وكتاش راح ينجز بعد خمس سنوات ولا بعد عشر سنوات يقول لك احسرها ان الهوز اللي عندها ذرك انا يا ما عنديش دولي بران انا ما عنديش انتاك تحكي لي انتاها لا لماذا لأنه في الجزائر هذي خضوها مني في الجزائر كايين اللي راهه ذرك هو عنده ثقافة الدولة وكايين اللي راهه ذرك هو ما عندوش ثقافة الدولة هو راه يفكر في روحه كاين اللي راه يفكر هو أنه يدير لك بارامج طويلة المدى على جلبش هو قال مثلا جيال فيما بعد تلقى هذيك البرامج واللي كاين اللي راه يضق المنتوج انتهى والله الفايد انتهى ما تبانش ثم ثم وكاين اللي راه يحوس على ضر يحوس على الآن كيفش يعيش يعني قال ضرق راه ارتفاع سعر البيترول راه 120 دولار هو يحب ارتفاع سعر البيترول هذك يظهر له مباشرة فهمت قال ضرق الان راه هذك سعر البيترول ارتفع راه ب120 دولار هو مفهومه باللي غدوة لما يروح لمرشي يقال بطاطة بالفرق اه يقول خلاص اه ولا غصح ولا كاين منها ارتفاع سعر البيترول وطومات راه ب1500 اه يقول كلها كاين منها اوالله غصح ارتفاع سعر البيترول لكن لما انت سعر البيترول هذك راه وضرقه هو طلع ال120 دولار ومن بعده ويرح يهبط للمرشي ويجد البطاطة هو بثمانشن الف والله بثلطاشن الف يا وقل في مكان ما ينعمل يا سعر البيترول هذا طلع عليهم بركهما فهمتا طلع عليهم يبدأ هو يشوفه سيارة الفخمة هذك والقازون وكذا خطر عليهم الناس ما رايش تفكر كيف كيف فهمتا كاين اللي راه هو يفكر يقول لك باللي هذيك راه مؤسسات الدولة وكاين هذيك اللي راه هو يشوف باللي المؤسسات خاطياته يعني ما بمستفاد منواله إذن راه كي نقاطيعة بين الناس اللي راه همذركهما في أجهزة الدولة وبين المواطن اللي هو وراه يبحث على قوته يبحث على يومه كيفاش هو يعيش ترجمة نانسي قنقر